وهما صفتان جليلتان من صفات المؤمنين بشهادة قول الله تعالى حيث قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم جعلنا الله منهم أبعلافك تنوكا وليما الله كعلاب بركة اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعزجاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير الحمد لله بجميع محمد الله ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم الحمد لله تنوب علي الذي أرسل الرسولة فجعلهم حجة على الناس ثم يشاهلنا من القرآن من القرآن من المتابعين prepared ما أثقال نعم لا ترد من المتابعين ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي نانسي قنقر 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 نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر 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 قنقر